بالفعل القضية الفلسطينية هي لب الصراع في منطقة الشرق الأوسط ولا يمكن الحديث عن أي استقرار أو أمن شامل في الشرق الأوسط بدون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروع وبدون وقف العدوان على الأمنين الأبرياء بالفعل لدي لقات كثيرة كانت في واشنطن وتركزت على المنف الفلسطيني للتو ويعني قبل أن ألتقي بالسيادة كان لدينا لقاء للاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية وناقشنا تحرك المشترك داخل مجلس الأمن داخل أروقة الأمم المتحدة مع كل الشركاء للعمل على الوقف الفوري للمذابح وأيضا لحقن دماء الفلسطينيين وضمان النفاذ الكامل للمساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف العدوان أيضا عن الضفة الغربية نعم